في الشأنية العالمية الآن أعلنت شركة نتفليكس أن الشغف العالمي بمسلسل الإثارة الكوري سكويد جايم أو لعبة الحبار اجتذبت عددا من العملاء الجدد أكبر مما كان متوقعا حيث تم تسجيل 4.38 مليون مشترك منذ شهر جوليا حتى سبتمبر مما رفع عدد مشتركيها إلى 213.6 مليون من كل أنحاء العالم حيث يتصدر المسلسل قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة على نتفليكس في 94 دولة وأثار شغفا كبيرا بتعلم اللغة الكورية